للمهتمين بالبيزنس أنا اليوم جايب لك معي بعض الأفكار والتكنيكس والطرق من السوق الأزرق اللي حتخليك هذه طبعاً تفكر خارج الصندوق ولو أنت اليوم بتأسس بيزنس أو أنت حتى يعني في طريقك إلى التأسيس أو حتى لو أنت شركة كبيرة اليوم ممكن تستفيد من هذه الأفكار وخلينا أحكي لك أنه من الضرور أنه أنت تتابع الأفكار للآخر يعني لآخر الحلقة تكون معنا وهذه الأفكار هي أفكار نوعية طبعاً يعني أنا جلبتها من كتابي كيف تبحر في السوق الأزرق وتكون خارج حدود المنافسة هذا الكتاب طبعاً يباع على موقعي يا جماعة بصغر رمزي لحابة طبعاً يشتري هذا الكتاب أو يستعين فيه بالأفكار الموجودة يعني في داخل هذا الكتاب ممكن يشتري هذا الكتاب وخلينا أحكي لك اليوم أنا يعني إن شاء الله حشرح لك بعض الطرق اللي حتكون مهمة جداً من أجل يعني تأسيس البزنس أو من أجل أنه تقيم يعني منفع استثنائية رائعة لهذا البزنس الخاص بك عشانك بحكي لك تابع هذه الحلقة وعمل اشتراك وعمل الأجاب لهذه الحلقة وخليك معنا بعد هذا الفاصل نستعرض بعض هذه الأفكار وهذه التقنيات موسيقى 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 مهلا وسهلا بكم الجديد بتأمل تكون يعني مشترك في قناتي وعملت أعجاب لهذا الفيديو خليني أبدأ معك بالفكرة الأولى الفكرة الأولى بتحكي أنه لازم أنت تنظر للصناعات البديلة طيب شو مصطلح الصناعات البديلة؟ هذا مصطلح موجود في البلو أوشين استراتيجي وخلينا أحكي لك هو مصطلح مهم جداً أنه أنت كشركة قايمة أو كبزنس أو يعني كشركة بتعمل أو بتعد منحنى تنافسي رائع لنفسها بحكي لك اليوم لازم تنظر للصناعات البديلة طيب شو الصناعات البديلة؟ مثال ذلك يعني أنت اليوم تشتقل في مجال الطيران لازم يعني تنظر إلى مين المجال مثلاً البري الصناعات اللي مثلاً تشتقل فيه المجال البري أنت مثلاً اليوم تشتغل فيه منتجات غذائية أو الصناعات الغذائية لازم أنت اليوم تنظر إلى الصناعات مثلاً المشابهة أو القريبة خلينا أحكي لك ممكن مثلاً تنظر إلى صناعات بتوفر مكملات مثلاً للمنتجات الرئيسية اللي أنت بتصنعها وتإبار كانت إذن لازم اليوم أنت تنظر بعين ثاقبة إلى المنتجات الشبيهة أو البديلة أو اللي بتكون قريبة لمنتجاتك خلينا أذكر مثال يعني طبقة شركة ساوث ويست إيرلاينز في يعني وضع منحنة تنافسي رائع لشركتها خلينا أذكر هذا المثال وهذا المثال العملي أذكر طبعا فيه كتابي مهم جدا وهذا حيوضح لك معنى الصناعات البديلة عندما قامت شركة ساوث ويست إيرلاينز ببناء المنحنة التنافسي الخاص بها تقريبا هو بتكون جميعا من 7 إلى 9 عناصر تنافسية قامت بالاعتماد وبالتركيز على مجال النقل البري اللي هو من خلال النقل بالسيارات يا جماعة طب كيف هما نظروا إلى هذا الموضوع؟ ذهبوا إلى زاوية الوجبات وجدوا أن الوجبات اللي بتقدمها مثلا شركات الطيران العالم هي مرتفعة جدا بينما الوجبات اللي بتقدمها يعني شركات سيارات النقل البري هي منخفضة وبشكل كبير يعني خلينا أضرب مثال من أجل التوضيح يعني الوجبة المقدمة في مجال مثلا شركة إكس للنقل البري مثلا خمسة دولار بينما المقدمة في شركات الطيران العالمية ممكن تصل من 20 إلى خمسين دولار خلينا أحكي لك شو عملت شركة ساوث ويست إيرلاين قامت باعتماد مبلغ يعني خلينا نقول متوسط ما بين مجال النقل البري والمجال الجوي يعني اعتمدت سعر الوجبة خلينا مثلا أضرب مثال 20 دولار يبقى هي وفرت تقريبا 30 دولار من سعر الوجبة لو احنا تكلمنا على الفين وجبة مثلا لمجال النقل البري في خمسة دولار مثلا هيكون معي عشر تلاف دولار بينما في مجال النقل الجوي مثلا لسعر المثالي يعني اللي بتقوم باعتماده شركات الطيران العالمية خمسين دولار في عشر تلاف مثلا وجبة تمام بينما السعر الذي اعتمدته شركة ساوث ويست إلى مثلا 20 دولار يعني هيك بتوفر تقريبا 30 ألف دولار جماعة كمحصلة أنا جماعة يعني خليني يعني أريحك من حسابات يعني 30 ألف دولار وفرت في عنصر تنافسي واحد وهي أنه هي طبقت الاستراتيجية بالطبيقة مني جماعة قطاع النقل البري حاولوا أنهم يقدموا وجبات منخفضة التكلفة طيب حتقول لي وين الفارق راح يا جماعة هما خفضوا حوالي 30 ألف دولار بحكي لك هما يعني نزلوا من سعر التذكرة تمام يعني تذكرة الطيران أنت بتعرف يعني التذكرة هي مرتفعة السعر بشكل عام يعني بين شركات طيران العالمي هي قللت من سعر الأجرة أجرة النقل الجوي بينما هي عوضت ذلك الفرق في موضوع تكلفة الوجبات المقدمة يعني رواد أو للركاب في مجال النقل الطيران فبالتالي هنا أنا اشتغلت على موضوع الوجبات المقدمة في مجال النقل البري ونقلت هذه الميزة التنافسية جمالي مين للمنحنة التنافسي الخاص بمين بشركة طيران ساوت ويست إيرلانز عشان هيك أنا أقول لك لازم أنت تنظر إلى العناصر التنافسية في مجالك يعني مثلا في مجال النقل الجوي وبعد ذلك نظرة ساوت ويست إيرلانز لمجال مين يا جماعة النقل البري حاول أنه أنت تشوف لهم كشركة أو كبيزن حتى بيزن صغير تشوف ما هي العناصر الخاصة أو الميزات اللي بتميزك وتشوف الميزات الخاصة بمين بالصناعات البديلة أو الشبيهة بمنتجاتك وتحاول تشوف شو هي الميزات اللي بتميز هذه الصناعة وتنقلها لمين لصناعتك وهيك احنا طبقنا يا جماعة وركزنا على الصناعة البديلة واستفدنا من وجهة هذه النظر وصلنا مع بعض للفكرة الثانية وهي مجرد أن أنت تطبقها ممكن تغير في بيزنك بشكل كبير خاصة نمو البزنس يا جماعة لازم أنت تدخل عليه طرق وتقنيات وأدوات غريبة عشان البزنس يعني أنت ينمو بسرعة كبيرة طبعا لازم اليوم تلجأ وتعتم طرق ابتكارية ابداعية عشان أنت تطور من تفاصيل البزنس الخاص بك طيب خلينا أحكي الفكرة الثانية هي المعاملة الودية أو اللطيفة مع الزبول وهذه التمدات وكانت ميزة نسميها يعني ميزة زائدة على المنحنة التنفس الخاص بشركة ساوت ويست إيرلانز هي ميزة زائدة واهتمت بهذه الميزة كثير من الشركات اللي في مجال الطيران الجو كانوا يهملوا هذه الميزة لكن من ركز عليها شركة ساوت ويست إيرلانز وكانت سبب كبير في دخولها عالم السوق الأزرق طيب كيف هي كانت طبقت هذه الميزة هنحكي لك أنه هذه الشركة كانت دائما تأتي بفرق من عالم دزني قبل يعني إقلاع الطائرة ويقوموا بتقديم عروض يعني بهلوانية وعروض مضحكة لمين للركاب في الطائرة بالتالي هي كسرت حاجز الخوف الموجود لدى ميني جماعة لدى الركاب وبالتالي كسرت حاجز الرهبة وحاجز يعني القلق هي خلتهم يعني يضحكوا ويبتسموا قبل يعني إقلاع الطائرة وهذه كانت ميزة رائعة يعني لم تخطر على بال من شركات الطائران الأخرى بالتالي هي تميزت بذلك ودخلت السوق الأزرق من أوسع أو بابه وهذا لم يكلف شيء يعني كان يكلف بعض التكلفة البسيطة نقابل إدخال البهجة والسعادة على مين قلوب ركابة وخلينا أحكي لك حتى لو ساوث ويست إيرلانس طلبت المزيد ورفعت من سير التذكرة فمن الممكن بشكل كبير أن يقبل ذلك الزبون ليش؟ لأنه جماعة هي أدخلت بهجة وسعادة وكسرت حاجز الخوف لديه فبالتالي هو حيكون لها يعني نوع من الولاء والإخلاص من قبل الزبون لأنه هي يعني دخلت ومن أوسع خلينا نقول الأبواب اللي ممكن تهمين الزبون وهي البهجة والمشاعر النفسية هذه دخلت هذا الباب وطرقة شركة ساوث ويست إيرلانس بعنف اللي كان مهمل من قبل طائرات يعني أو شركات الطائران اللي بتشتغل فيها المجال الجو عشان أنك لازم تكون واعي لهذه المعاملة اللطيفة مع الزبون إذن خلينا أحكي لك يا جميع المشاهد أنه بأبسط الطرق أنت ممكن تنال رضا الزبان وولاءهم وإخلاصهم بس بطرق بسيطة أنه أنت تعزز العلاقة الودية مثلما فعلت شركة ساوث ويست إيرلانس أنها كانت تتعزز من العلاقات الودية وكانت تتدخل البهجة والسعادة في قلوب زبائنها خلينا أحكي لك ممكن أنت مثلا تعمل عروض يعني خصومات مثلا على منتجاتك تعمل عروض مميزة وفريدة للزبائن الجدد مثلا ولزبائن القدامى ممكن أن تعمل عقد مصابقات اتكرم مثلا أفضل عميل لديك مثلا يعني ممكن عزومة مثلا على حفل عشاء أو حفل إفطار وهكذا على حفل معين أفضل عميل لدينا في هذه السنة كثير من الأفكار يا جماعة اللي أنت ممكن يعني تعتمدها لديك بيعني تكلفة بسيطة وحتأثر بشكل كبير في نمو البزنس الخاص بك وصلنا معكم أعزائي ومشاهدين للفكرة الثالثة وهي سورة الاستجابة الفورية لزبائنك خلينا أحكي لك هذه من أعظم الميزات التنفسية اللي هي ممكن يتميزك وتخلي البزنس الخاص بك يصعد نحو السحاب خلينا أحكي لك أنه مثل شركة مايك اعتمدت هذه الميزة وهذه بالفعل أثرت في مبيعاتها والسيلز ليش؟ لأنه أنت لما تهتم بالزبون وتعمل على إجابته على سؤال واستفساره في أقل من 24 ساعة أنت هيك بتحظى يعني بثقته خلينا أحكي لك الولاء والإخلاص من الزبون يا جماعة هو أهم شيء في البزنس الخاص بك لذلك ركز على سرعة الاستجابة لأسئلة واستفسارات الزبان الخاصين بك لأنهم هيك أنت يعني بتعبر عن شوارك أنه أنت يعني شاعر بهم وقدر لهم تعطي يعني اهتمام دائما لأسئلتهم فبالتالي تصبح لديك ما كان بالتالي وهم بفضل منتجاتك حتى لو كانت أعلى سعرها قليلا من غيرك لكن أنت بتميزهم دائما في معاملتك وبالتالي يعني سوف يشتروا منك تلك المنتجات وصلنا معكم الزبان شديد للفكرة الرابعة وهي النظر عبر سلسلة المشترين وخلينا أحكي لك أنه البلو أوشن استراتيجي موديل صنف هؤلاء المشترين إلى مستخدمين ومستهلكين ومؤثرين طبعا من استغلت هذه الفكرة وهذا المصاري الجديد في البلو أوشن استراتيجي الشركة الدينماركية نوفو نورديكس حيث قامت بإنتاج القلم الخاص بها نوفو نورديكس وهذا القلم يا جماعة أو نوفو بين هذا القلم المميز الذي يسمح لمرضى السكر بحق أنفسهم بالأنسولين في الوقت الذي يشاء يعني ما في وقت محدد لما يجد نفسه السكر مرتفع ممكن يجيب هذا القلم اللي هو حامله في أي وقت يقوم بحق نفسه وبالتالي هنا أصبحت هناك قيمة نوعية أضافتها شركة نورو نورديكس جماعة لهذا الموضوع طبعا هذه الشركة تميزت بهذا القلم بين يعني قلم صغير نوفو بين بيحمله هذا مريضه سكري وبيحق النفسه يعني بهذا الأنسولين وقت ما شاء بدون يعني مثلا الذهاب إلى البيت أو ممكن استهلاك الوقت اللي ممكن يعني يصل لأقرب صيدلية أو أقرب دواء فبالتالي هي يعني أضافت قيمة نوعية ابتكرت يعني منتج جديد ورائع طبعا هي استهدفت زبائن جدد لما مرضى السكري المستهلكين ولم يعني تقم بتحديد الفئة كمؤثرين يعني هي كانت تعتمد على المؤثرين يعني التنوع في سلسلة المشهرين لا اليوم هي تمدت أيضا على المستهلكين المباشرين وهم المرضى أنفسهم فقامت ببيع هذه المنتجات الميني جماعة للمستهلكين مباشرة وبالتالي هي تميزت بطلب جديد وبقيمة نوعية أضافتها للقيمة المقدمة وهيك حازت على النمو رائع وكبير بملايين الدولارات يا جماعة بس مجرد تطبيق هذه الفكرة إذن عزيزي المشاهد أنت بإمكانك يعني أنه أنت تتبنى الأفكار اللي هي بتناسبك لكن خلينا أحكي لك أنه أنت لازم تفكر خارج الصندوق ما بين في اليوم أنت تفكر بشكل تقليدي اليوم أنت لازم تفكر بشكل ابتكاري يعني الـ ProOcean Strategy جماعة بتتمد فكرة أنه الإبداع الإبداع إذا أنت يعني حبيت أنه أنت تبحث في السوق الأزرق لازم تتمد على الإبداع أو كلمة السر في الـ ProOcean Strategy Model حتى أنت تبحر في هذا السوق الأزرق ممكن يدر عليك يا جماعة ملايين الدولارات بتطبيق فكرة واحدة عشان يكب أحكي لك أنت لازم تكون متفتح لازم تكون Open Mindset لازم يكون عندك يعني أفكار إبداعية تطبيقها وما تخاف لازم تكون عندك نوع من الجرأة والمغامرة لأنه هي يا جماعة اللي بتخلي البزنس الخاص بك يعني ينمو نحو السحاب وهذه يعني تجارب رواد الأعمال وخبراتهم اللي بضعوها في الـ ProOcean Strategy ولو حبيت أنت المزيد يعني بحكي لك أنا موجود كتابي يا جماعة في الموقع أو على المسجر الإلكتروني بإمكانك تشتري يعني بسعر رمزية حيفيدك كثير أنا طبقت في أفكار رائعة وبشكل يعني كبير وحاولت أكس هذه الأفكار طبقتها الشركات العالمية على البزنس الصغير أو المتوسط أو حتى لكبير يا جماعة يعني هذه الأفكار كلها مطبقة على شركات كبيرة إذن اليوم أنت عشان يعني تدخل السوق الأزرق هذا الكتاب إن شاء الله سوف يعني يساعدك طبعا رابط الموقع الموجود في الـ Description أو في وصف الفيديو بإمكانك أنه أنت تضغط عليه وتشتري هذا الكتاب أو ترسلنا على الخاص وهيك أنا بكون أنهيت حلقتي بتمنى تكون هذه الحلقة موضوعاته وفكاره عجبتك لهذا اليوم لو أنت عجبتك بالفعل ما تنساني من الإعجاب وما تنسى الاشتراك في قناتي وبيشرفني دائما يعني أنت تتبعين على السوشيل مننا الخاص بنا على حسابي على الإنستجرام يعني فيه محتوى رائع ونوعي بخليك يعني بضيف لك نوع من الإيجابية والقيمة بتمنى تكونوا سعداء دوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر